مساء الخير شباب سلومكم إن شاء الله تكونونوا بخير يا رب أهلاً وسهلاً بكل شخص يتابعنا من مختلف الجامعات العراقية طبعاً بالبداية خلي أعرفكم عن نفسي أنا طالب جابر زيت سعدون طالب طب أسنان مرحلة ثانية جامعة الفراهيتي ارتقيت إنه أسجل لكم محاضرات مادة البروس حتى تنزل على اليوتيوب ونفيدكم بقدر المستطاع حسب التعليمات اللي نزلت من وزارة التعليم العالي إنه تكون جامعة بغداد هي الجامعة الأوم لذلك أغلب التدريسين بالجامعات الحكومية والأهلية اعتمدوا محاضرات جامعة بغداد الدكتورة المادة اللي بجامعتنا بجامعة الفراهيدي اللي هي دكتورة غادة كانت فكرتها إنه هي تاخذ المحاضرات من جامعة بغداد أيضاً كمعلومات وتمشي على منهج جامعة بغداد بتسلسل المحاضرات وكذلك بالمعلومات اللي موجودة داخل كل محاضرة بدون زيادة أي معلومة وبدون نقصان أي معلومة مراعاة لتوجيهات وزارة التعليم العالي فهاي المحاضرة اللي هي حشرحها هاي المحاضرة هي محاضرة جامعة بغداد لكن بترتيب دكتورة المادة في جامعة الفراهيدي اللي هي دكتورة غادة تمام؟ فخل نسألها في شوية عن البروس قبل ما نبلش به البروس مادة كلش مهمة في طب الأسنان تكاد أن تكون مادة بايسك مادة أساسية في طب الأسنان لأنه إحنا هندرسها هسة مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة ومرحلة رابعة ومرحلة خامسة ومادة كلش مهمة وذكرنا أنه هي تعتبر بايسك أساسية البروس أبد 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 مو من النوع اللي يعني اللي أنت تحظه فقط يعني تحظه بدون فهم البروس تبقى معلومته الفهمية إذا أنت فاهمها راح تبقى المعلومة مدى حياتك حتى وإن كنت أشهر وأنجح طبيب أسنان لكن البروس راح تنساها بوقتها راح تنساها بوقتها بوقت أنه أنت تطلع من الامتحان تنساها هاي شوكت هاي إذا أنت جنت حافظها حفظ بدون فهم فقط أنه حافظها حفظ بدون ما تفهم المعلومة اللي بيها حاول تفهم المعلومة اللي بيها وأبسطها إليك إن شاء الله ويعرب تستفادون حسب فهمي ويعرب تستفادون ويكون البروس بسيط البروس أرجع وأقول مادة فهمية معلومتها تبقى إلى الأبد ما حتى وإن كنت أنجح طبيب أسنان إلا في حال أنه أنت فهمتها محاضرة اليوم ستكون بعنوان الري لايننج وان الري بايسنج اوف البرشيال كومبليت دنشا خلي ليجي نجزئ عنوان محاضرتنا محاضرتنا هو الري لايننج أي ما معناه تبطين اوف الري بايسنج الري بايزنج معناها هو إعادة التشكيل اوف البرشيال كومبليت دنشا لطقم الأسنان الـ Partial معناها طقم الأسنان الجزئي و Company Denture لطقم الأسنان الكامل خلي نجي نوضح لكم صورة شنو معنات الـ Relining عندنا هاي الصورة اللي أمانكم هي مع معنى الـ Relining هاي الصورة انت ضروري تفهمها ضروري تباوع عليها هاته تعرف شنو معنى الـ Relining الصورة اللي بعدها اتوضح لك هاي أيضا الـ Relining شنو أقصد بالـ Relining هذا الـ Relining اللي هو التبطين المصطلح الثاني من المحاضرة هو الـ Re-Basing الـ Re-Basing معناها إعادة تشكيل معناها إعادة تشكيل او هاعرض لكم صورة على الـ Re-Basing الصورة اللي قدامكم هي عن الـ Re-Basing عن إعادة التشكيل أنه أنا شنو أشكل طقم انكسر لعدة أسباب شنو أنا أقدر أنه أشكله الصورة الأخرى أيضا توضح الـ Re-Basing معناها إعادة تشكيل للـ Denture رح نجي ندرس تعريف الـ Relining ونأخذ تعريف الـ Re-Basing الـ Relining هو عبارة عن الـ Relining هو عبارة عن الـ Procedure الـ Procedure to re-service the tissue إجراء لإعادة The tissue surface في السطح نسيج من الطقم With the new base material أنه أنا أستخدم مادة To make the denture أجي أسوي الـ Relining هذا شنو فائدة الـ Relining لـ Denture حتى أخلي الـ Denture fit more accurately مناسب بشكل أكبر دعوك هذه المعلومات قبل أن نبدأ بتفاصيل المحاطرة نحن عنده دنتر لماذا أريد أن ألجأ أن أسوي له الـ Relining عندما يكون عندما يكون عندي Pond Resorption أو Resorption أو الـ Pond يعني امتصاص بالعظم خليها معلومة في بالك هذه المعلومة تأخذها من التشريح امتصاص العظم هو رح يكون شنو بتقدم العمر بتقدم العمر رح يزداد انتصاص العظم بتقدم العمر يزداد سمك العظم زين هو أنت العظم العظم ما تلفك مالتك بالأصل هو بـ Resorption يعني بـ انتصاص زين أضف إلى ذلك أنه أنت كل ما تتقدم بالعمر رح يقل السمك مالتك يعني فوق ما هو بـ Resorption انتصاص رح أنه بيقل أكثر أنا الدنشار مالتي لازم أريد أسوي لـ Relining تبطي الغرض من الـ Relining هو أنه أخلي هذا الدنشار يكون fit معناها مناسب بشكل أكبر يكون مناسب للـ Patient بشكل أكبر هذا الـ Relining الـ Re-Basing هو The Process of Removal and Re-Placement of the Denture Base الـ Re-Basing إعادة التشكيل هو عملية عملية Removable إزالة أو استبدال جزء من الجزء أو كل الـ Denture Base وعرضت لكم الصور لتوضح الـ Re-Basing هناك إعادة الإعادة لا للـ Relining طبعاً نحن ندرس الـ Relining الإعادة مالتها يقول In-immediate Inmediate Denture After 3 إلى 6 months Where bone resurrection has taken place أنت شوكت هاي الإنديكيشن يقول لك شوكت أو شون الحالات اللي رح تلجأ بيها تسوي لـ Relining الحالة الأولى فهمها هي شيء بعد حوالي ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر من الـ Point resurrection من انتصاص العظم حوالي بعد ثلاثة أشهر أو تقريباً إلى ستة أشهر يصير بي أسوي الـ Relining بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من انتصاص العظم طبعاً كل ما يكون ثترة أقل مع مثلاً بعد الشهر أو هي شيء نسوي الـ Relining ثانياً تكيّف الدنشار ويهي الـ Residual Ridge طبعاً الدنشار رح يكون قاعد على الـ Residual Ridge لما التكيّف ما بين الدنشار والـ Residual Ridge يكون بور أي ما معناه يكون ضعيف ليش؟ بسبب أنه الـ Residual Ridge Resorption هذا الـ Residual Ridge اللي وهذا العظم أو هذا الحال فرح يصير به Resorption هذا الامتصاص بالـ Residual Ridge رح يؤدي لي إلى Lose Off Support أنه أنا أفقد الدعم وكذلك Stability وأفقد استقرارية الدنشار والشيء الآخر أفقد الـ Retention وكذلك أفقد الـ Vertical Dimension of the Old Denture أفقد الـ Vertical Dimension مال الـ Old Denture معناها مال الطقم القديم النقطة الثالثة شوكة الحالات أنه عندك الـ Economical Reasons أكو أسباب اقتصادية where the patient can not afford a new denture أنه الـ Patient ما يقدر يتحمل تكاليف طقم جديد الحالة مثلا البنج الـ Patient ما عنده إمكانية أنه نفقت طقم جديد والـ Denture بيسمال أنا أقدر أسوي الـ Relining مثلا ما نقول أنه عادي يعني مواصل إلى مرحلة لازم نيود انتشار لازم طقم جديد فالـ Patient يلجأ إليه يقول لك دكتور سوي الهيال لأنه أنا ما عندي أبكاني خلي نقولها بمصطلح من العام النقطة الرابعة يقول All patients المرضى الكبار or chronically all patients أو المرضى أصحاب الأمراض المزمنة who cannot withstand physical and mental stress of concentration of the new denture كذلك أنه كبار العمر والأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة ما يقدرون يتحملون الضغط أثناء بناء the new denture يقول الرضا أبوف our indication كل اللي فوق هذن الأربع نقاط دايقصد بيها هو indication of the relining and the rebasing of the denture قلني أنه الأسباب اللي تخليني أسوي relining أو أسوي rebasing للدنشار ال relining is indicated when these chains are minimal to moderate to moderate معناها ال relining الجائلة لما تكون هذن الأشارات هذن الأربعة من المانيمال من الحد الأدنى to moderate للمتوسط يعني جوز مو شرط كل ذن الحالات ال rebasing الجائلة من يكون where the moderate to maximal to maximal chains in the denture base لما تكون هاي الإشارات اللي ذكرناهين من المتوسط للاعلى لحد أعلى شيء يعني ال relining الجائلة من يكون مثلاً واحد من ذن الأسباب أو إلى مثلاً سبين أو ثلاثة من ذن الأسباب لكن ال rebasing الجائلة لما تكون ثلاثة من هذن الأسباب أو أربعة هاي ما معنا هذا ال نجي عندك ال contra indication أكو موانع اللي ما تخليني أسوي ال relining وال rebasing يقول بالحالات التالية ال new denture should be concentrated أنه لازم أني أسوي ال new denture طقم جديد معناها بدلاً بدلاً من ال relining أو ال rebasing شنو هاي الحالات أولاً when the residual has resort excessively لما يكون امتصاص العظم بشكل أكبر بشكل أكبر بشكل أكبر إحنا سوينا ال relining من عند resortion لل bone أو ال residual وأجي أسوي لل relining لدن تار هذا رح يحافظ لي على ال residual اللي باقي من الامتصاص العظم لكن من يكون أصلاً هو طقم جديد الامتصاص العظم يكون بشكل مفرط لا هنا يواجب أن أسوي دن تار طقم جديد الثاني يقول لك بشكل مفرط من يكون شنون؟ يقول إنه الـ من يكون طقم غير مناسب من يجيك بيشنت مشتغليه طقم غير مناسب هذا الطقم الغير مناسب رح يسوي لي ضرر على السوفت تشو على الأنسج الرخوة اللي موجودة بالفم فهذه الحالة من يكون الضرر كبير ألجأ إنه أسوي نيو دن تار الثالثة التام روماندوبولار جوينت ما يتكون أكو مشاكل بالتام روماندوبولار جوينت أي ما معناه بالـ الـ الـ مفصل الـ الرابعا الـ هناك البيشنت مرح يكون راضي على مظهر الدنشر الخامسة السادسة معناها تكون علاقة الـ تكون غير يعني خليه نقول إنه غير مباشرة أو مو مضبوطة بشكل صحيح سادسة الدنشار كوسيء الدنشار معناه أطقم الأسنان كوسيء راح تسبب لي الـ من تكون أكو مشاكل رئيسية بالنطق هناك راح تلجئ أنت تسوي أيضاً نيو دنشار كذلك السيفر من تكون أكو جروح بالـ انت هناك راح تسوي نيو دنشار أكو فوائد الـ أولاً تقلل هاي من أنت تسوي راح تقلل زيارات الـ للعيادة سينزة الدنشار فتنس هذا راح يسوي للـ الدنشار التقم فتنس معناه نكون خلي نسميه هو نياقة أو نسميه خلي نقول بمصطلحنا الآخر لايك أكثر بدون أي ضرار للـ وبدون أي مشكلة للـ والـ والـ فهذا يقول لك هذا راح يتم تطويره بزيارة وحدة بدون الحاجة بدون أن تحتاج تقم جديد كذلك اقتصادية الـ يكون مفيد يعني أنه قلنا ثالثاً راح يطور للـ معناه يخليه الدنشار أكثر ملائمة للـ أكو مضار أو غير الفوائد للـ أولاً إنه ممكن يغير لي علاقة الفيق خلال عملية الـ ثانياً ما يقدر يصحح لي الجمالية مال تم هالطقم وكذلك الشيء الثالث إنه ما يقدر يصحح لي الأطباق كذلك الأطباق مات الأسنان أبر ولو أربعة ما يقدر استخدمه من ضمن العيوب مالة الـ أنه أنا ما أقدر أستخدمه من يكون امتصاص العظم زايد أو بشكل مفرط أو العظم يعاني من امتصاص بشكل أكثر هذا ليش لأن الـ الـ لا يستخدمه كبديل لا يستخدمه كبديل للـ للطقم الجديد تمام؟ لدينا تقنيات 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 تستخدم المستخدمة لـ الـ المختصر المختصر يقول أكل عديد من هذه الطرق واحدة من ذني تقنيات التي تعرف باسم تقنيات هذه الطريقة التي سنستخدمها تقنيات 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 دعنا نطيها اسم بالعربي حتى تبقى ببالك طريقة سدحلقك هاي الطريقة بالـ طريقة سدحلقك زين الـ 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 معناها الإجراء العملي دعنا نطيك ملاحظة على الـ الذي يخص الـ ويخص كل المواد من ضمنها كمرحلة ثانية هذه هي الفيسيولوجي وإن شاء الله مستقبلا بقية المواد الـ الـ انت من راح تقرأ لتحفظه بالنص يعني كـ كارتن مو ككتابة احفظ ليات كمليات فهم 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 هذا الـ إذا اجدت من عنده معلومة بالامتحان فانت راح تكون فاهمها مو دارخها بالنص انت فاهمها الشيء الثاني انه انت مستقبلا بعيادتك وما راح تقعد تطبق لي وحدة اثنين اثلاثة تبقى تتذكر الكلام لا وانما راح تبقى معلومتك اللي انت فاهمها فاسمع مني اول بروسيجر يعني الاجراء بهاي الطريقة انه اثنين من المناطق 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 الضغط الموجودة بالتشو سيرفس انه هااااااااو اذكرك يقول لك مناطق الضغط الموجودة بالتشو سيرفس بسطح النسيج يجب أن يتم تخفيفها عندنا بالدنشار يعني بداية المحاضرة الثانية أعتقد للبروس أنه عندنا مناطق تتحمل ضغط أولي ومناطق تتحمل ضغط ثانوي هذا الضغط الذي على هذه المناطق يجب أن يتم تخفيفها كذلك بطريقة إذا كان الأقلوجال يعني غلط أقدر أصححها بطريقة السيليكتف غرايندينج أصححها بطريقة السيليكتف غرايندينج يقول بوردارز الحدود شود بي شورتين باي واحد أم أم يعني واحد من نيم تقالوه حتى تسمح لل سبيس فور نيو إمبراشن ماتيريال آندر تريسينج يقول يا بالحدود مالته لازم يكون أصغر أو أقل أو أقصر بواحد من نيم ليش هذا الواحد من نيم راح يسبب لي سبيس فراغ هذا السبيس هذا الفراغ هو اللي راح تيجي تقعد به اللي نيوه إمبراشن ماتيريال اللي هي المادة اللي أنا راح أستخدمها بالريلايينج أربعة البوستيريار بلات السيال آرية شود بي استابلشت هاي البوستيريار بلات السيال آرية لازم تشوفها يوزنج باستخدام التريسينج إمبراشن كومباوند يقول اللارج اندركات شود بي ريموفد كل الاندركات اللارج الكبيرة يعني خلن نقول تكون ثيكنس أكثر هاي لازم ريموفد يتم إزالتها سادسين يوزنج تريسينج إمبراشن كومباوند انت راح تستخدم الإمبراشن كومباوند السابعة هاي نفس الشي النقطة السابعة نفس النقطة الثالثة أيضا لازم تكون واحد ملم يقول لك شايف واحد ملم أكريلك فروم ذا تشو سيرفس من سطح النسيج تو ذا دانشار بايس تو قف اناف سبيس حتى ينطيني اناف سبيس معناها فراغ كافي لفور إمبراشن متيريال لماعناها حتى أخلي مادة طبعا الثامنة هاي كلوش مهمة يقول خلي الزينك أوكسايد يجي نول إمبراشن متيريال أخلي الزينك أوكسايد يجي نول أخلي الزينك أوكسايد على السطح الداخلي على السطح الداخلي وهاي الصورة اللي قدامكم شنو معنى الإنر سيرفس تلاحظون إنه هاي المادة الزينك أوكسايد إي جي نول خليناها على الإنر سيرفس هذا اللي أقصد بي الإنر سيرفس تمام هذا اللي أقصد بي هو الإنر سيرفس وخلي الدنشار داخل حلق البايشن هساني ما سويت هنا جبت الزينك أوكسايد يجي نول خليناها وين خليتها خليتها بالإنر سيرفس بالسطح الداخلي ما للدنشار جبت الدنشار وخليتها بالبايشن بحلق البايشن تمام واخلي هذا الدنشار وين على الرج على الحافة بعد ذلك أسأل البايشين أسأل البايشن إنه اوكلوت انسانتريك يعني البيشين قل ليا يابه اوكلوت انسانترينك معناها إنه سد حلقك بالطبع أنت من راح تطلب من عنده هذا الشي الاوكلوجين انسانتريك أو الاوكلوت انسانتريك طبعا البايشن يجب ان تكون his opposite denture before that. طبعا انه البيشنت لازم يكون ساد حلقة تمام? make sure اتأكد انت بنسويت جبت المادة وخليتها على الانر سيرفيس وخليتها داخل حلق البيشنت وقلت ليا بالبيشنت انت شون تعرف شغلك مضبوط هذا الشغل اللي اشتغلته شون تعرف مضبوط بطريقتين اولا لازم تتأكد انه التقم القديم اللي انت سوى هو نفسي تتشان لابسة البيشنت ومن خليت لمادت الزنك من تخلي له تخلي ترجع تشوفه بالبيشنت لازم التقم القديم باقي نفسه لا زيادة ولا نقصان تمام? اول حالة انه اتأكد من عنده شون اولا التقم القديم التقم القديم كذلك التقم القديم التقم القديم يعني نفس القديم بدون اي زيادة تمام? هاي الحالة الاولى الحالة الثانية اتأكد من انه انه اوكولوجين انسانترك جاوريليشن حتى اتأكد من انه الريلاينيج الريباسينج الحالة الاولى نفسه مع الالتقم القديم والشيء الثاني انه الاوكلوجين راح يكون بالسنترك جو ريليشن اللي بعده نقطة لقم التسعة يقول بعدها شيل الدنشر من البيشنت ماث وبر ات بعدها ازيل الدنشر من البيشنت ماث وابدي شغلي والخطوة الجاية انه اصب الشغل ماتي تمام شباب